نظمت مدرية صحة بني سويف قافلة طبية لقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز سمسطة جنوب غربي المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتمكنت القافلة من توقيع الكشف الطبي على 1850 مواطنا من أهل القرية من خلال عشر تخصصات وتسع عيادات مجهزة بكافة الإمكانات بالإضافة لصرف الأدوية بالمجان وعمل الأشعة والتحليل اللازمة وتحويل الحالات المتطلة بتحويلها إلى المستشفيات نحن في قرية الكوم الأحمر مركز سمسطة اليوم الثاني على التوالي تردد علينا حتى الآن حوالي 1800 مريض معنا عشر عيادات بتسع تخصصات مختلفة فيها بطنة فيها أطفال فيها جلدية فيها رمض فيه الصدر فيه الأسنان معنا صيدلية متكملة بجميع الأدوية التي تغطي كل التخصصات معنا أشعة معنا معملين مع ملدم ومعمل تفايليات ومعنا تسقيف صحية للمواطنين بالتوعية عن جميع أمراض المزمنة والكورونا ومعنا طول فعاليات القافلة كشف مبكرة عن أمراض الضغط والسكر